بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيزي التارث في جامعة العلوم والتكنولوجيا أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة السادسة من سلسلة حلقات مقرر الأدب في العصر العباسي الثاني والتي هي بعنوان شعارة مصر عزيزي التارث متوقع منك في هذه الحلقة أو بعد سماعك هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية أن توضح حياته ونشأة الشاعر كمال الدين بالنبيه أن تبين خصائص الشعر بالنبيه وتذكر نماذج منه أن تعرف بالشاعر ابن الفارغ وتذكر خصائص شعره ونماذج منه ولتحقيق هذه الأهداف فإن هذه الحلقة تحتوي على العناصر الآتية حياة ونشأة الشاعر كمال الدين بالنبيه خصائص الشعر ابن النبيه مع ذكر نماذج منها التعريف بالشاعر ابن الفارغ وخصائص شعره ونماذج من ذلك الشعر عزيزي تارس والآن نأتي إلى الفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي نبين فيها حياة ونشأة الشاعر كمال الدين ابن النبيه عزيزي تارس يا ترى من هو الشاعر كمال الدين ابن النبيه هو علي ابن محمد ابن الحسين أو ابن الحسن يوسف ابن يحيى الأديب الكاتب الشاعر كمال الدين ابن النبيه المصري لقب بالقاضي ويحمل على أنه لقب فخري إذ لم يكن مشتغلا بالقضاء ويؤيد هذا ما ذكره القلشكندي في صبح الأعشى أن كتاب ذلك الزمان كانوا يطلقون لقب القاضي والقضاء على أرباب الأقلام في الجملة يعني الكتاب ومدح بني أيوب واتصل أي هذا الشاعر مدح ملوك بني أيوب واتصل بالملك الأشرف موسى بن العادل وكتب له الإنشاء وسكن بنصيبين وتوفي بها أي منطقة نصيبين وقدم إلى بلاط الملك الأشرف أي إلى قصره حوالي عام ستمية هجرية ونظم قصيدة خلد فيها امتصار الأشرف على صاحب الموصل ولم يغادر البلاد المشرقية إلا متنقلا من بلدة إلى أخرى ويمكن تتبع تنقله من خلال قصائض أو من خلال قصائض نظمها في مناسبات جرت في تلك البلاد فقد زار حران في عام ستمية وثلاث عشر هجرية ونظم قصيدة رثاء رثى بها ولد الخليفة الناصر العباسي وتوجه إلى حلب في تلك السنة ونظم قصيدة أيضا عزى فيها الملك الأشرف بوفاة ابن عمه في حلب ثم استقر بنصيبين إلى أن وافته ألمنية ولم يسلم ابن النبي من غضب الأشرف في بعض المناسبات ويطبع هذا من قصائض الاستعطاف التي استعطف بها الملك الأشرف كقوله أمغفر الديد استمع قولي وقل لعثار عبد أن تمالكه لعى أيضيك بي حرم اصطناعك بعدما قد كان منفرجا علي موسعة عزيزي تارس كان ذلك عن نشأة وحياة الشاعر كمال الدين بن النبي ونأتي الآن إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها خصائص شعره ونماذج من ذلك الشعر المؤكدة لتلك الخصائص سنتناول في هذه الفقرة شعر كمال الدين بن النبي في عنصرين هما خصائص شعره ونماذج من هذا الشعر وإليك توضيح ذلك المبتدئين بخصائص شعره تميز شعره بتوزيع موضوعاته على محاورة ثلاثة وهي كالآتي الخليفيات وتضم الشعر الذي مدح به الخليفة العباسي الناصر لدين الله مجموعة العادليات وهي مجموعة الكصائد التي مدح بها الملك العادل سيف الدين محمد بن أيوب ثم مجموعة الأشرفيات وهي القصائد التي مدح بها الملك الأشرف مضفر الدين أبو الفتح موسى بن العادل ويخيل إليك أنه لا يتكلفها لجمال صياغته وقوة صناعته كذلك الميزة الثانية أنه في شعره مليح نادرة منسيم الأسلوب أي شعره يرغب السامع إلى سماعه أما الخاصية الثالثة فإن شعره كله في المتح أما الغزل والوصف فلا يجيء بهما مستقلين وإنما يسوقهما مقدمة لمدحه الخاصية الرابعة في متحه مبالغة غير حميدة في متح الملوك فكثيرا ما يخلع عليه من صفات الأنبياء مثلا عزيز الدارس كان ذلك عن خصائص شعري كمال الدين ابن النبي رحمه الله وإليك الآن نماذج من شعره تؤكد هذه الخصائص وهي كالآتي يقول في بعض شعره عن خبرته في الحياة خذ من زمانك ما أعطاك مقتنما وأنت ناهن لهذا الدهر آمره فلعمرك الكأس تستحلى أوائله لكنه ربما مجت أواخره ويقول أيضا أمانا أيها القمر المطل على جفنيك أسياف تسل وهذه الأبيات في الغزل يزيد جمال وجهك كل يوم ولي جسد يذوب ويضمحل وما عرف السقام طريق جسمي ولكن دل من أهوى يدل إذا نشرت ذوائبه عليه ترى ما أن يرف عليه ضل وقد يهدي صباح الخد قوما بليل الشعر قتاه وظل أيا ملك القلوب فتكت فيها وفتكك في الرعية لا يحل بمنظرك البديع تدل تيها ولي ملك بدولته أدل أبو الفتح الكريم طلق موسى فتى يعطي الكثير ويستقل به اخضرت فجاج الأرض خصبا فما للمحل في بلد محل عزيز التالس كان ذلك عن خصائص شعري كمال الدين بن النبي ونماذج من شعره ونأتي الآن إلى الفكرة التالية لنوضح من خلالها التعريف بالشاعر بن الفارض ونذكر خصائص شعري ونماذج من ذلك الشعر عزيز التالس إليك هذا التعريف بالشاعر بن الفارض مع ذكر خصائص شعره ونماذج من شعره وذلك كما يلي أولا التعريف بالشاعر بن الفارض هو أبو الحفص عمر بن أبي الحسن بن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والتاري والوفاة المعروف بابن الفارض والفارض هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال يعني المواريث أولد بالقاهرة سنة 567 هجرية برع في الشعر والأدب ثم سلك سبيل المتصوفة وأوى إلى مكان بجبل المقطم يسمى وادي المستضعفين ثم قصد مكة وأقام فيها نحو 15 سنة توفي بالقاهرة عام 632 هجرية ودفن في سفح القراثة بجبل المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المعروف بالعارض وهو أعلى الجبل المذكور باء خصائص شعره تميز شعر بن الفارض عن شعر غيره من الشعراء في العصر العباسي بالعديد من الخصائص وذلك كما يلي أولا شعره لطيف وأسلوبه فيه رائق ضريف ينحو فيه منحى طريقة الفقراء ثانيا ينتمي شعره إلى المدرسة الرمزية وهو رائدها الأول ثالثا اشتهرت له قصيطة سميت بالثائية الكبرى وهي قصيطة مؤلفة من سبعمائة وأربعين بيتا مطلعها سقتني حمية الحب راحة أو راحة مقلتي وكأس محية منعن الحسن جلتي شعره المزق الرابعة أو الخاصية الرابعة شعره سائر يعني سهل مشهور خاصة عند الصوفية وله في نظمه للشعر ولعن بالجناس والبديع وهي من أنواع علم البديع كقوله سائق الأضغان يطوي البيد طي منعما عرج على كثبان طي كذلك من خصائص شعره أيضا يقلب على أغراضه يعني أهداف شعره أو من وضعات شعره الحنين للحجاز وأهله كقوله ولحاضر البيت الحرام وعامري تلك الخيام وساكن البطحاء وقد شرح ديوانه جماعة من العلماء واختلفوا في أغراضه يعني موضوعاته ومعانيه فمنهم من شرحه على ظاهر اللف وعنى فيه بالبيان والبديع كالشيخ البوريني ومنهم من شرحه على تأويلات الصوفية كالشيخ عبدالغني النابلسي ونذكر الآن نماذج من شعره حتى نعرف معنى تلك الخصائص وذلك كقوله قف بالديار وحي الأربعة درسا ونادها فعساها أن تجيب عسا وإن أجلك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلماتها قبسا يا هل در النفر الغادون عن كلف بيت ببيت جنح الليالي يرقب الغلس فإن بكى في قفار خلتها لججا وإن تنفس عادت كلها يبسا فذو المحاسن لا تحصى محاسنه وبارع الحسن لم أعدم به أنسا ويقول تهذب أخلاق الندامة فيهتدي بها لطريق العزم من له عزم يقولون لي صفها فأنت بوصفها عليم أجل عندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم عزيز التاريس وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر ليكون ذلك أشمل وأكثر فائدة بذلك نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى والتي نتناول فيها النثغ الفني في العصر العباسي الثاني إلى ذلك الحين نستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة